حيّعنا الصلاة حيّعنا الصلاة حيّعنا الصلاة إدراك سماحة الإسلام ورحمته خاصة في أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم يا أحبابي في درس جديد ومفيد هذا الدرس مليء بالعلم والمعرفة وهو حديث شريف بعنوان المسلم من سلم المسلمون تذكروا يا أحبابي أن تستمعوا وتنصتوا جيداً وأن تنشروا العلم بين أقاربكم وأصدقائكم حتى تحصلوا على الأجر العظيم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سنبدأ يا أعزائي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن المراد بالإسلام بمعناه الحقيقي هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ويطلق الإسلام أيضاً على السلامة وتعني أن يسلم الناس من شر الإنسان بحيث لا يؤذي الناس فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان وهو من الأمور التي يصعب على المرء فعلها فاللسان من أشد الجوارح خطراً والمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كف الأذى عنهم فلا يذكرهم إلا بخير ولا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يحرش بين الناس فهو رجل مسالم إذا سمع السوء حفظ لسانه عن الخوض فيه وأما المقصود بمن سلم المسلمون من يده فلا يعتدي المسلم على غيره بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما شابه ذلك فالمسلم هو الذي يكف يده ولا يعتدي على أحد فإذا اجتمع في الإنسان سلامة الناس من لسانه ويده مع طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المسلم الحقيقي حيّعنا الصلاة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والهجرة تطلق على معنيين الأول هجرة المكان والثاني هجرة الحال فالهجرة المكانية هي الانتقال من دار الكفر التي يغلب الكفر على أهلها وعلى أحكامها وحكامها ولا يستطيع الإنسان فيها أن يقيم شعائر دينية ولا يأمن فيها على دينه ونفسه وعرضه فينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر يأمن فيه على دينه ونفسه وعرضه ويستطيع أن يقيم فيه دينه دون خوف أو تهديد وهذا النوع من الهجرة يا أحبابي هو ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين عندما هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية حيث كان الكفر وقتها غالبا على أهل مكة وكانوا يؤذون المسلمين ويضيقون عليهم في دينهم وأما الهجرة الثانية يا أصدقائي فهي هجرة الحال وهي أن يهجر المسلم الذنوب والسيئات والمعاصي وأن ينتقل من حال المعصية والبعد عن الله تعالى ومخالفة أوامره وفعل المحرمات إلى حال آخر وهو الإقلاع عن المعاصي والذنوب وحال القرب من الله تعالى والالتزام بطاعته حيّعنا الصلاة أما الآن فقد انتهينا من تفسير الحديث وسأختبر فهمكم بهذا السؤال ما الفوائد والعبر المستخلصة من الحديث الشريف؟ فكّروا قليلا أحسنتم هذا صحيح إن أول فائدة نجنيها من الحديث الشريف هي أن كمال الإسلام يكون بعدم إلحاق الأذى بالآخرين ماديا كان أو معنويا ثانيا أداء حق الله عز وجل بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأداء حقوق المسلمين بكف الأذى عنهم أما ثالث فائدة فهي الحث على ترك المعاصي والآثام والالتزام بما أمر الله تعالى به وصلنا الآن يا أحبابي لأخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الغزوات والمعارك فهل أنتم مستعدون لمعرفتها؟ هيا بنا مثلت الحرب في السيرة النبوية جزءا هاما منها وسنرى الآن جوانب العظمة والكمال والرحمة في شخصية وحياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج وأخلاقيات الحرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف نتحدث عن جوانب الرحمة والإنسانية في حروبه مع أعدائه ورغبته وميله إلى المصالحة والموادعة قبل الحرب بالإضافة إلى حسن معاملته للأسرة والسيرة النبوية والتاريخ يشهدان أنه لم تعرف البشرية محاربا أرحم بأعدائه أثناء الحرب وقبلها وبعدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقض العهود أو يغدر بأعدائه بل كان يعاملهم بمقتضى ما يربط بينهما من علاقات السلم والحرب ولقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته آدابا يتحلون بها قبل الحرب وأثناءها وبعدها فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناءا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد راع النبي صلى الله عليه وسلم معاني الرحمة والكرامة الإنسانية مع أعدائه فأوصى بالأسرى خيرا ونهى عن التمثيل أو التشويه بجثث القتلى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء عامة وينهى عن قتلهن وقتل الضعفاء أو الذين لم يشاركوا في القتال كالرهبان والنساء والشيوخ والأطفال ونهى أيضا عن تخريب ممتلكات الناس وقطع الأشجار وقتل الحيوانات فقد قال تعالى في سورة البقرة مؤكدا على أخلاقيات الجهاد في سبيل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وأخلاق الجهاد في سبيل الله شيء تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ الحروب في العالم فما عرف قبل الإسلام ولا بعده مثل هذا التشريع والهدي الفريد المليء بالرحمة والإنسانية في الحروب مع الأعداء قال تعالى في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وهذا يؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة حقيقية للناس كافة حيا على الصلاة ولأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قدوة لمن بعده من الصحابة والتابعين والمسلمين فقد أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العهدة العمرية حسناً عام ستمائة وثمانية وثلاثين للميلاد فأمنهم فيها على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم وممتلكاتهم ولقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس الشريف وخير مثال على سماحة الإسلام وهذا نص من العهدة العمرية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى ما في الكتاب عهد الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية وهكذا نستنتج يا أحبابي أن الإسلام دين عظيم يقوم على مبادئ الرحمة والسماحة والإنسانية بالإضافة إلى الثبات والقوة فالمسلمون أشداء على الكفار رحماء طيبون فيما بينهم والآن يا أحباب الطلاب وصلنا لنهاية هذا الدرس الزاخر بالعلم والمعرفة ولقد تعلمنا معاً معنى الإسلام الحقيقي هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت المعنى الآخر للإسلام هو أن يسلم الناس من شر الإنسان بحيث لا يؤذي الناس ولا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم المسلم لا يعتدي على غيره بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما شابه ذلك وتعلمنا أيضاً الهجرة المكانية هي انتقال المسلم من دار الكفر التي يغلب الكفر على أهلها وأحكامها إلى دار يأمن فيها على دينه ونفسه وعرضه هجرة الحال هي أن يهجر المسلم الذنوب والمعاصي وأن ينتقل من حال المعصية والبعد عن الله تعالى إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تعرف البشرية محارباً أرحم بأعدائه أثناء الحرب وقبلها وبعدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما تعلمناه أيضاً راع النبي صلى الله عليه وسلم معاني الرحمة والكرامة والإنسانية مع أعدائه فأوصى بالأسرى خيراً وأوصى بعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ ونهى عن التشويه بجثث القتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار العهدة العمرية هي كتاب كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إيليا أي القدس الشريف وذلك عندما فتحها المسلمون عام 638 للميلاد فأمنهم فيها على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم وممتلكاتهم اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس الشريف وخير مثال على سماحة الإسلام وأهله وفي الختام أرجو يا أحبابي أن تحرصوا على كف أذى ألسنتكم وأيديكم عن الناس وأن تهجروا الذنوب والمعاصي إلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر